موسيقى اولا للتوضيح ما قلتها انا قلت للفقهاء يعني مذاهب الفقهاء انهم لا يجيزون للمرأة ان تتولى عقد النكاح لانها لان شهادتها لان الوظيفة التي تقوم بها هي بمثابة شهادة على وقوع ذلك النكاح وهم لا يقبلون شهادة المرأة في مواضيع يعتبرونها مواضيع كبيرة كالزواج والطلاق والحدود وبالتالي الذي دعني الى كتابة ذلك هو ان بعض الناس ظنوا ان الامر متعلق بكون شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين يعني انه حتى في هذه الحالة ان اردنا ان نأتي بشاهدين عدلين على الزواج فيجب ان نأتي برجل ومرأتين او باربعة نساء الامر ليس كذلك هم لا يجهزون شهادة المرأة اصلا في النكاح حتى لو كانت الف الف مرأة هذا ما ذكره الفقهة ذهبوا في هذا الاتجاه ولكن ما القرار الصادر اليوم هو مبني على اجتهاد خارج هذه المداعب وهو في نظر جهاد سليم وكان ينبغي ان يتم منذ مدة طبعا هناك عوائق منها هذا المنطق الفقهي الذي جعل الموضوع يرتابه كثير من التردد هي خطوة شجاعة وجريئة في اطار تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الميادين والمجالات هذا هو المنطق فعلا هذا فعلا المنطق لا لان القانون هو الذي تجاوز هذه المداعب وإلا لو أننا التزمنا بما في المداعب الفقهية بالحرف بالحرف حتى تولية المرأة القضاء لا يجوز عند جمهور الفقهاء وفي المذهب المالكي أن المرأة لا يجوز لها أن تكون قاضية فنحن قد تجاوزنا هذا المنطق القانون الساري به العمل اليوم وحتى فيما يتعلق بكثير من الأحكام الاجتماعية والأسرية الواردة في مدونة الأسرة هي قد تجاوزت المنطق الفقهي وفتحت أبواب الاجتهاد حتى خارج المذهب المالكي وهو أمر محمود في نظري كان ينبغي أن يتعلق كان ينبغي أن يندرج فيه حتى قضية توثيق العقد والنكاح لكن أن يأتي الأمر متأخرا خير من أن لا يأتي هو يجب أن تتجاوز أولا لغي باش نكون واضحين ما قاله الفقهاء ليس هو الدين لأننا لو عدنا إلى الدين لن نجد أي مانع يمنع من ذلك ما نقول عنه أنه فقه هذه قراءة معينة للدين من طرف الفقهاء متأترة بالواقع الاجتماعي والسياسي الذي كانوا يعيشونه في ذلك الوقت والذي كان يطغى فيه تطغى فيه العقلية الدكورية وكان المنطق الدكوري هو المتسلط فيه للأسف الشديد أن الفقه في كثير من أحواله كان مستجيبا لهذا المنطق الدكوري وهذه العقلية الدكورية وهذا ليس بالدين لهذا لا لا يجب أن يكون لدينا أدنى خوف من أننا إذا فتحنا على هذه الأقوال وشجعنا دخول المرأة لكل الميادين ومساواتها للرجل في كل الفضاءات لا يجب أن يكون هناك عندنا خوف من أننا سنخالف الدين سنخالف الفقه وليس الدين هذا التفريق يجب التأكيد عليه والوقف عنده هذا موضوع آخر ولا يمكن أنا لا أحب أن أتحدث فيه لوجود الاختلاف بين الأمرين والقضية إمامة المرأة هي متعلقة بعبادة والعبادات الأصل فيها أنها تنقل كما هي ومع ذلك قد يفتح الجدال والنقاش في هذا الموضوع لكن أمر لا يعنيني بكثرة بقدر ما تعنيني الأمور المتعلقة بالعلاقة الاجتماعية ولهذا الناس الآن في كثير من الأمور المتعلقة بالعلاقة الاجتماعية من إرت وزواج وطلاق وغيرها الناس في حاجة إلى الاجتهاد لأنه يمس حماء حياتهم ومن صميم حياتهم لكن فيما يتعلق بالشعائر والعبادات وأدائها لا أظن أننا محتاجون أو المجتمع في حاجة إلى خلق هذه النقاش هل تكون المرأة إمامة أو لا تكون إمامة ظنظر لذكورية المجتمع من الطبيعي جدا أن يكون مثل هذا القرار أن يشكل صدمة وهذا ما رأيناه من خلال التعاريق الأولى وردود فعل الأولى على الحداث كثير من الاستهزاء كثير من التهكم كثير من الرفض لهذا الموضوع وعدم القبول به ولكن كما أقول دائما الذي يغير التقافة هو القانون طبيعي أن يجد القانون جديد غريب على الناس سيغير ثقافة اجتماعية سادت عندهم لقرون عديدة طبيعي أن يقابل بمثل هذه الردود ولكن تطبيق القانون والزمن كثير بتغيير هذه الثقافة وتغيير هذه النظرة كما أنه أمور كثيرة أصبحت اليوم مقبولة جدا ولا أحد يعترض عليها كانت إلى زمن قريب محل السهجان والسنكار مثلا تعليم المرأة دخول المرأة للمدرسة وتعليمها كان إلى زمن ليس ببعيد محل السنكار والسهجان من طرف كل أطياف المجتمع فرض ذلك بالقانون هو الذي حوله إلى تقافة مقبولة عند الجميع حدود علمي أظن أن المغرب سيكون رائدا وسباقا في هذا الباب وهو أمر يحسب له ترجمة نانسي قنقر